قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأسيوية السادسة عشر في جوانجاو في الصين كانت المدينة قد بدأت تتطلع إلى استضافة أحداث رياضية أكثر أهمية رأيي الشخصي هو أنه خلال عشر سنوات قد تحظى جوانجاو بفرصة المناقصة لاستضافة الألعاب الأولمبية ففي خلال عشر إلى عشرين سنة سيحين الوقت للصين لاستضافة الألعاب الأولمبية مجددا المنظمون في جوانجاو لم يعلنوا بعد عن خطط لاستضافة الأولمبياد لكنهم يقولون أن المدينة لديها الخبرة والمنشآت لازمة لتنظيم ذلك الحدث فقد تم بناء 12 ملعباً رياضياً تحضيراً لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية وانفقت ملايين الدولارات في مشاريع بنا تحتية بكين استضافت دورة الألعاب الأسيوية عام 90 وبعد ثلاث سنوات بدأت المناقصة لاستضافة الأولمبياد وقد كان ذلك النهج ناجحاً أعتقد أن استضافة دورة الألعاب الأسيوية بنجاح ستعطينا فرصة وخبرة لاستضافة الألعاب الأولمبية مستقبلاً جوانجاو هي من أكبر المدن الصينية لناحية عدد السكان وسكانها عانوا خلال السنوات الست الماضية بسبب الإزدحام والتلوث والإزعاج الناجم عن التحضيرات لاستضافة الألعاب بالتأكيد أدعم استضافة الألعاب الأولمبية وأن استطعنا تحقيق ذلك فهذا فخر لجوانجاو خلال دورة الألعاب الأسيوية سيعود إلى الصين مرة جديدة بعض أهم الرياضيين في العالم والآن ومع وجود بناء تحتية رياضية حديثة في جوانجاو تبدو حضوض المدينة علية لاستضافة الألعاب الأولمبية مستقبلاً